نقوم بالنقر على نقاط التشغيل نضغط على join for free أو انضمام مجانا هنا كما تشدون تم الحل المشكل في توانين فقط حصلنا على 0.48 دولار بدون فعل شيء وسوف تجدونا بردة الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بهذا الحساب أسفل الوصف الذي فيه 0.48 دولار وكذلك الحساب الآخر الذي فيه 0.31 دولار أمريكي المشاركة في مسابقة بطاقة جوجل بلاي 5 دولار مرحبا عدنا إليكم بفيديو جديد وهي طريقة الانضمام في نقاط التشغيل مجانا بدون الحاجة لإضافة طرق الدفع وذلك يكون بالطريقة الدكية والسهلة والمختصرة وقبل أن أبدأ أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعل زر التنبيهات لكي يسركم كل جديدين ووضع لايك للفيديو كتحفيز لنا وتقدير التعب الخاص بنا في المحتوى ومشاركة الفيديو حتى يستفيد غيرك وتعم الفائدة للجميع وفي حال وجهتك مشاكل أخرى ما عليك التوجه إلى القناة الخاصة بنا ثم نقر على الخيار الثالث وسوف يدعلك خيارين نختار الخيار الأخير أو الثاني نقوم بالنزول سوف يدعلكم العديد من الفيديوهات الخاصة بالحلول التي قمت بطرحها على القناة نقوم بأصعود هنا في الفيديو الأول تم حدفه أنا لم أقوم بحدفه بل أتاني اندار على القناة وبهذا تم حدفه من طرف اليوتيوب وهي مخالفة إرشادات المنتدى لليوتيوب نقوم بالرجوع كذلك في الخيار الرابع خاص بالمنتدى أنا دائما عندما تظهر الجائزة الأسبوعية أو عروض الألعاب أو التطبيقات أقوم بمشاركتها معكم في المنتدى هذه المنشورات كما تظهر لكم حاليا لا تنسوا كذلك وضع لايك للمنشور حتى يظهر للجميع ولكي لا أطلع عليكم في الشرح سوف تجدون جميع الروابط التي سوف نستخدمها في هذا المقطع أسفل الوصف ولنبدأ بالشرح الطريقة التي سنستعملها هي مختصرة مقارنة بالشرح الذي تم حدفه وكذلك سوف تكون آمنة وليست مخالفة لشرط اليوتيوب حتى لا أنظر أنا وينظر غيري والآن دعونا نجرب في الحساب الأمريكي إذ كان هذا المشكل موجود في حساب أم لا الآن نقوم بأن نقرأ على ثلاث أسطر بعد ذلك نضغط على الخيار الرابع خاص بنقاط تشغيل والآن نضغط على الخانة الخضراء خاصة بانضمام مجانا ونرى هل المشكل موجود أم لا هنا كما تشاهدون المشكل يظهر أمامكم الآن ماذا نفعل؟ نقوم بالرجوع ونتوجه إلى تطبيق الفي بي آن في حال كنت شخص أمريكي فلا حاجة لاستخدام الفي بي آن لأنك لديك عنوان IP أمريكي أما إذا كنت لا فقوم باستعمال هذه الطريقة التي سوف أقوم بعملها الآن تقوم بالنقرأ على الخيار هذا ثم تختار يعني أمريكا هنا أي شيء ثم تنقر على هذه وتنتظر وسوف يظهر لك إعلان أم لا على حزب نقوم بالخروج بعد ذلك نتوجه إلى هذا التطبيق وللملاحظة سوف أترك لكم رابطين الرابط الأول يتوجه بك إلى بلاي ستور أما الرابط الثاني يتوجه بك إلى رابط خارجي يعني في جوجل بصيغة ملف APK والسبب في ذلك أن هذا البرنامج أو التطبيق لا يظهر لجميع بلدان حسابات بلاي ستور لذلك إذا لم يظهر لك في بلد حسابك فتوجه إلى الرابط الثاني أما إظهر لك فظهر لك وقم بتحميله الآن نضغط على تخطي ثم ننتظر قليلا بعد ذلك سوف أتظهر لك جميع الحسابات الموجودة على جهازك تقوم باختيار الحساب الذي فيه مشكل الآن هذا هو الحساب الذي فيه مشكل نقوم باختياره ثم نضغط على تم وننتظر الآن يظهر لك اسم الحساب وهنا الرمز البريدي أما هنا بلد أو دولة الحساب الآن ماذا تفعل؟ تقوم بالنقر على هذا الخيار ثم تختار بلد حسابك بعد ذلك تقوم بوضع الرمز البريدي من الأحسن أو من الأفضل أن تقوم بوضع رمز بريدي لولاية كاليفورنيا لماذا؟ لأن ولاية كاليفورنيا لا توجد فيها ضريبة عند الشحن وإذ أردت أن تعرف ما الضريبة إلى غير ذلك فقوم بمشاهدة الفيديوهات الموجودة على قناتي أي بالضبط في قوائم التشغيل الآن ماذا نفعل؟ نقوم بكتابة رمز بريدي لكاليفورنيا وهو 900001 وغيرها وسوف تجدونا روابط الرمز بريدي للولايات وخاصة ولاية كاليفورنيا أسفل الوصف الآن نقوم بالضغط على continue أو التالي وننتظر الآن سوف أصدر لكم الشاشة سوداء والسبب في ذلك أن شركة جوجل تمنحك الأمان بخصوص معلوماتك لذلك ظهرت لي الشاشة سوداء نقوم بالنقل على continue وننتظر بعد ذلك نقوم باختيار العمر اختار العمر ما بين 25 و34 أنت اختار ما يناسبك ثم نضغط على التالي نختار الجنس هنا نختار الجنس داكر ثم continue نختار اللغة أفضل اللغة الإنجليزية نضغط على التالي وننتظر الآن وبهذا انتهينا من عمل الخطوة نتوجه إلى play store ثم ماذا نفعل الآن لو نقوم بالتوجه إلى الحساب هوا لكي نتأكد هوا الحساب نقوم بالنقل على نقاط التشغيل نضغط على join for free أو انضمام مجانا هنا كما تشاهدون تم الحل المشكل أما في حال لم تظهر لك أو لم تنجح معك في الأول فقوم بحث بيانات play store الآن نقوم بالنقل على الخانة الخضراء من الأحسن حتى تظهر لنا إشعارات لظهور العروض أو غيرها الآن نقوم بالنقل هنا هنا كما تشاهدون تم تجاوز الأمر بنجاح نقوم بالنقل على هذه بخصوص عدم ظهور التطبيقات فهذا سببه يعني يوجود حسابات كثيرة في جهازك يدارك حاول أن تعملها في المتصفح أو يعني تقوم بحث بيانات play store حتى تظهر لك تطبيقات أخرى وسوف نقوم بعمل هذا تستطيع الاستغناء عني ال vpn نقوم بقطعه الاتصال هنا عندما قمت بحثف البيانات ظهرت لي التطبيقات أما في حال قمت بعملها ولم تنجح معك أو لم تظهر العروض لو حتى كررت عدة مرات فحاول أن تعملها في المتصفح والشرح موجود في القناة أي بالضبط في قوائم التشغيل التي قلتها لكم في مقدمة الفيديو الآن ظهرت حاليا 5 تطبيقات لأن هذا تطبيق جديد نقوم بعمل تتبيت ثم إلغاء ونقوم بتطبيق نفس العملية هنا اختفت العروض يعني تقوم بتطبيق نفس العملية من أحسن يعملها في المتصفح لجمع النقاط الآن قمت بعمل تجيل دخول من الحساب من خلال المتصفح نقوم بالنقر على 3 أسطر بعد ذلك نضغط على نقاط التشغيل وننتظر ثم نضغط هنا مرة أخرى ثم نقوم بالنزول وهذه العروض تظهر أمامكم العروض التي قلت لكم اختفتها ظهرت في المتصفح وهي 5 تطبيقات الآن لكي تعرف كيف تجمع النقاط من خلال هذه العروض ما عليك أن تتوجه إلى هذا الفيديو الذي سوف تجد الرابط خاص به أسفل الوصف ويدار أمامكم هذه الصورة المصغرة وكذلك عنوان الفيديو بالإضافة في اليوم الذي أقوم بشرح فيه ظهرت الجائزة الأسبوعية في الحسابات الأمريكية وكذلك في بلدان حسابات الأخرى وسوف أقوم بمشاركتها معكم في المنتدى ولكي يتظهر لك الجائزة الأسبوعية يجب أن يكون مستوىك من الفدي فما فوق وأنتم كما تعرفون أقصى شيء أو جميع مستويات الحسابات التي قد تشغيل هي 5 مستويات وهو المستوى البرونزي وكذلك المستوى الفدي وأيضا المستوى الذهبي والمستوى البراتيني والمستوى الألماسي يظهر في البلدان حسابات مثال الحساب الكوري وغيرها يعني لا يظهر المستوى الألماسي في جميع البلدان حسابات نقاط تشغيل والآن سوف نقوم بعمل مطالبة لهذه الجائزة الأسبوعية في المستوى الذهبي ولدي حسابات أخرى أيضا الآن حصلنا على 5 نقاط وسوف يتم إضافتها والآن أصبح 267 نقطة والآن دعونا لنرى هل الحساب هذا تظهر لنا ضريبة أم لا والآن دعونا لكي نجرب هل هذا الحساب فيه ضريبة أم لا نقوم بالنقرة هنا ها هو البرد الإلكتروني الخاص بهذا الحساب نقوم بالرجوع ثم نقوم باختيار لعبة مدفوعة يعني تشجر مثال هذه اللعبة نقوم بالنقرة هنا وننتظر هناك ما تلاحظون سعرها مماتل للسعر الذي يظهر لنا هنا أي يعني بدون ضريبة لو كانت بالضريبة سوف يكون السعر أكثر من سعر اللعبة هذه هي فقط لكي تعرف ما معنى الضريبة وما معنى بدون ضريبة لأنني سوف أشرح لكم شرح للمبتدئين حتى يفهم الجميع لو حتى كنت تعرف في مجال الربح جيدا وكذلك نسيت شيء فقط نقوم بالنقرة هنا ثم نقوم بالنقرة على هذه هنا شرحت لكم بلدان نقاط التشغيل هاية تظهر أمامكم نقوم بالرجوع والآن نتوجه إلى هنا للمشاركة في مسابقة بطاقة جوجل بلاي 5 دولار ما عليك أن توضع لايك للفيديو وكذلك مشاركته ووضع التعليق والتعليق يجب أن يكون فيه بريد إلكتروني حتى استطيع إرسال كود البطاقة 5 دولار أمريكية أرسلها للشخص الذي فاز معنا نقوم بالرجوع وسوف تجدونا رابط هذا الفيديو أسفل الوصف وهذه الصورة المصغرة الخاصة به وهو أبت وليس فيديو وأيضا عندما إنشأت حساب ظهرت لهذه يقول لي يوجد استطلاع متاح نقوم بعمله أمامكم وسوف نحصل على النقاط مثال نقوم باختيار هذه ثم نختار أي جواب لا يهم نقوم بالضغط على ناو أو لا ننتظر قليلا وسوف نحصل على الدولارات كما حصلت عليها في الحساب الآخر على مأدن 0.48 دولار ننتظر قليلا هنا أعطالت نوع لما ما علينا الانتظار حتى ترواها أمامكم يقول لي تانك يو شكرا على مأدن جاوبت استطلاعات خاطئة لذلك لم أحصل لكنني في الحساب الآخر حصلت عليه وسوف أريكم الآن في تواني فقط حصلت على الدولارات 0.31 دولار في الحساب الذي قمت بالإجابة فيه منذ قليل وهو البريد الإلكتروني الخاص به نقوم بالضغط على الخير الثاني تاريخ المكافآت وهو يظهر لكم كم حصلت على الرصيد وكم عملت استطلاع والتاريخ الذي حصلت عليه إلى غير ذلك نقوم بالنقر هنا وسوف نتوجه إلى الحساب الآخر في تواني فقط حصلنا على 0.48 دولار بدون فعل شيء وهنا هو التاريخ الجمعة 8 جون في 2021 ولكي نتأكد أكثر نقوم بالنقر هنا ثم نضغط على الخير الثاني خاص بسجل النقاط هنا هوا حصلت على هذا المبلغ أو الرصيد بهذا التاريخ الذي ذكرته من قبل والآن توجهنا إلى الحساب نقوم بالنقر هنا ثم نضغط على طرق الدفع وننتظر هنا يقول لنا تحديث نقوم بالنقر عليها ثم نقوم بوضع الرمز البريدي لو حتى كان مختلف الرمز البريدي الذي وضعته من قبل المهم تقوم بوضع رمز بريدي حتى يتم تحديث المعلومات وهو الرصيد وسوف تجدونا بريد الإلكتروني وكلمة سر خاصة بهذا الحساب أسفل الوصف الذي فيه 0.48 دولار وكذلك الحساب الآخر الذي فيه 0.31 دولار أمريكي سوف تجدو البريد وكذلك كلمة سر كلاهما أسفل الوصف المعلومات الخاصة بهما وقبل أن أنهي الفيديو لا تنسوا وضع لايك والشرك في القناة وتفعيل زر على الجرس حتى يتركوا كل ما هو جديد وألقاكم في فيديو آخر سلام ترجمة نانسي قنقر